ميجالوبلاستيك انيميا ميجالوبلاستيك اناميا بداية هنتكلم ميجالوبلاستيك انيات بداية اناميا نقص في بيتامين بيد وفولك كاسد يؤدي ل Prinzip هذه العيوب في تصنيع DNA فبالتالي الاربيسيز بتظهر كبيرة لارج اربيسيز عشان كده بنسميها ميجالوميجا ضخم او ماكرو في البريفرال بلد بنسميها ماكرو سايتس أوفل أو راون الاربيسيز بتبقى بيضاوية أو كراوية بس كبيرة في كم الأحوال بتبقى كبيرة في الامي سي بي بتاعها اكتر من 100 فمتو ليتر طالما هي ماكرو سايتس زي ما كلمنا قبل كده يبقى الامي سي بي بتاعها اكبر من 100 فمتو ليتر وكراكترايز انها مش بس الاربيسيز كبيرة ده ممكن تكون الواي بلد سي زي هراخلة كبيرة بيبقى فيها هايبر سيجمينت النيتروفين تعالوا نشوف مع بعض كده يعني الرقم واحد دي النورمال رقم اثنين ميجالوبلاستيك في الميجالوبلاستيك انيميا بنلاقي الاربيسيز كبيرة في البريفرال بلد سميها ماكرو صحيح وفي حالة بتاعتنا دي بتبقى أوفل ماكرو سايت واضحة انها بيضوية كمان النيتروفين سيجمينت بتبقى هايبر سيجمينت احنا بتفقين مع بعض ان النيتروفين السيجمينت بتاعها الفصوص بتاعتها من 3 الى 5 الطبيعي يبقى الطبيعي من 3 الى 5 سيجمينت في الهايبر سيجمينت النيتروفين اكتر من 5 الفصوص اشتركوا في القناة